موسيقى أنا دائما نظرة ديالي القاريدو نظرة إيجابية بزاف لأن القاريدو أنا شخصيا ممكن لأنه يتافقوا معي بزاف وممكن لأنه يختلفوا معي بزاف لأنه يبقى رأيي ديالي الشخصي قاريدو مدربجية جدا لأنه باش نكونوا واقعيين جاف واحد طرفية لنرجعنا شوي الوراء للفريق الرجاء ففريق الرجاء كان لعبين دياله ودخله في إضراب ومن تحقوش بالمعسكر اللي كان في إفران ومع ذلك جمع فريق وكون عناصر شابة واستطع لأنه يوصل مع فريق الرجاء حتى المؤنبارة النهائية ونتصل على فيتا كلوب وتوجب لأقب الاتحاد الإفريقي بتركيبة بشريا يقدرون أن يقولون غير متكاملة غير متوازينة رجوعنا للمسيرة دياله مع فريق الويداد فهما يمكنش لأنه يلا جاء في الأسبوع الأول كانت عدو مقابلة صعيبة وصعيبة بزاف أمام فريق النجم الساحلي وحاول على التعصر فيها فليدوماتش وتكاليف المباراة ديالي النسو النهائي وتجيحت لها الظرفية اللي كان مشاكيل كبيرة وكانت تكمنة بالنهاد الأزمة الكورونا وتحمل مدرب نتائج السلبية وانا ما اعتقدش لأنه تعدو الخارج الميدان أمام فريق الجيش الملكي يعتبر نتيجة سلبية بنسبة الفريق الويداد لأنه يعتبر بين قوسين نتيجة إيجابية ولكن كنظن لأن المكونة الويداد كتظن على أن الفريق خسر جوة النقاط اللي كتخوليه اللي يبقى في صباق علاقة وكانت اعتقد على أنه ممكن لأن الإدارة لها رأي آخر ممكن لأنها كتبشي مع الضغوط ديال الجماير ولكن على حسب رأي ديالي مكان شخص يمشي قاريدو في هذه الطرفية دي لأنه كان الراجل مازال لأنه يعطي الشيء الكثير فريق الويداد كنظر على أن المكتب مصير عنده التوجه لأنه يرحل قاريدو ويجيب قاموندي مش منه لأنه الاختيار ديالي يكون صائب اشتركوا في القناة